اشتركوا في القناة مجلس ادارة اتحاد المصر كورتلياد او المشرف على منتخب كورتلياد الكراسي المتحركة وايضا الكابتن محمد فرق جمعة كابتن منتخبنا الوطني الكورتلياد الكراسي المتحركة بعد ما عملوا انجاز عظيم جدا واخدوا المدالية الفضية ببطولة العالم المقامة في مصر وكانوا على وشك الدهبية على وشك الدهبية لنا الحظ فعلا التوفيق يعني اللي ما كانش موجود معنا دكتور عادل مشرف ومنور تحقيقية الف مليون مبروك الله يبارك بحضرتك دكتور يعني من الحاجات العظيمة انا هنتكلم عنها كتير كابتن محمد فرق كابتن منتخبنا الوطني مشرف ومنور و الف مليون مبروك شكرا جدا جدا عن الاصطافة جميلة ده ودي مش غريبة على البرنامج ده شرف لايه كبير طيب دكتور عادل الاول كلمنا على البطولة بشكل عام بطولة مهمة بطولة بننظمها الاول مرة انجاز عظيم وكبير جدا لمنتخبنا الوطني كان ممكن يبقى اكبر كمان لولا زي ما قلت التوفيق يعني مش اكتر من كده احنا وصلنا لاخر مرحلة في المقرأة النهاية مع المنتخب البرزيل بشكل عام رأيك ايه في البطولة؟ البطولة طبعا بفضل الله البطولة نجحة بكل المقاييس انا هتكلم في الاول كعدو مجلس دارة الاتحاد ياريت لما تكل الينا او اسننت الينا بطولة العالم للكراسي متحركة بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة اليد طبعا التكليف هو تكليف وفي نفس الوقت تحدي عشان اعمل بطولة لكراسي العالم الاولى لكراسي متحركة لكرة اليد وانا ما عنديش فريق اصلي اقول فريق تكون امت يا فريق؟ الفريق تكون قبل البطولة تقريبا بشهرين 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 وصلنا الفريق وكنا ناخد البطولة كمان وكنا احنا كنا قابقى وسينة او قدمى من احنا نحقق البطولة لكن التحدي زي ما انت حدثك انا بعمل بطولة عندي في مصر وفي نفس الوقت ما عنديش فريق تيجي ازاي؟ لأ منظومة التحاد كورت اليد ما عندهاش مستحيل وفكرنا وكان في مراحل لإيجاد الفريق ده بالصورة الحالية الاول ان احنا ما عندناش فريق طيب الكورت اليد للكراسي ليها جناحية الجناح الاول لاعب قاعد على كرسي الجناح التاني لاعب كورت ياد ما عنديش اصلا اللعبة دي بتلاعب فيه اللجنة البرالمبي فتوجهنا كله للعيبة اللي قاعد على الكراسي اللعبة اللي قاعد على الكراسي كتير بيلعبوا رمح بيلعبوا جلة بيلعبوا كورت سلة بيلعبوا تنس طاولة كل دول موجودين على الكراسي في البرالمبي لكن مفيش هندبول بدأنا نجمع اللعيبة اللي هما عندهم زو احتجاجات خاصة بدرجات مختلفة من الاعاقة جمعنا حوالي فوق التمانين او تسعين لاعب في المركز اللي هم في المعادي وحاولنا نعملهم مختبرات عشان يقودوا على الكراسي واتحركوا لقينا من التمانين او تقريبا التسعين لاعب اتنين لاعبة فقط ممكن نأهلهم يا ابو هندوق يا خبر طبعا عندي فريق عايز بكون فريق طبعا فاتجهنا اللي كورت السلة كورت السلة بيهم قريدي بيتحركوا على الكراسي فمشكلة الحرك على الكراسي تكاد تكون معدوبة بالنسبة لهم لهم بيتحركوا عليهم بيلعبوا عليهم ويجروا وفي نفس الوقت بيتباروا ومباراتهم ودوري شغائي فالمشكلة دي مش موجودة عندهم خلص عندهم الميثة الاولى لكن ما عندهمش التكنيك بتاع كورت الياد ودي مشكلة اكبر وجهتنا فبدأنا ان احنا نكسف جهدنا في اختيار اللاعبين اخترنا العناصر كان عددهم كبير في الاول قلصنا العدد بعد ما قلصنا العدد ومسكنا القوام الاساسي لهيكل فريق بدأنا نعمل معسكراتنا المغلقة اللي استمرت تقريبا حوالي اربعين يوم مغلق دي انت حالك دلوقتي انا يبدو اكا انك بتتكلم بشكل مختصر جدا بس انا بين الصدور متخيل حجم المعاناة والصعوبة جدا جدا تم تكليفي من قبل اعضاء مجلس الدارة الزملاء في مجلس الدارة التحدي ان انا هبقى المشرف عليه وادا من هنا بدأنا التحدي بقى في ان احنا نشتغل وظهرنا بصفرة الحمد لله هرجعلك تاني البطولة انا بشكل عام دلوقتي كابتن محمد قولي الاول ازاي دخلت المنتخب ازاي انضميت المنتخب الهيستري بتاعك او التاريخ بتاعك انت كنت بتعمل ايه قبل المنتخب كرة اليد الكراسي المتحركة ازاي وصلنا للمرحلة دي وتبقى كابتن المنتخب اولا بسم الله الرحمن الرحيم احب بس قبل ببتدي كلمتي اتواجه بالشكر لساد دكتور حسني غندا اه حسني حسن حسن مصطفى على استضافته الحدث العالمي ده طبعا بجد حدث العالمي جدا طبعا دكتور محمد الامين رئيس مجلس دارة الاتحاد اليد كل مجلس دارة الاتحاد اليد يشكر بامنا على المجهود اللي عملوه معانا عشان نوصل المرحلة دي لان النجاح نجاح مشترك احنا ما عملاش كل حاجة لوحدنا احنا لعيبها في الملعب بس في عوامل بتساعد النجاح بداية على عوامل بتساعد النجاح الاستقرار هم هم وفررنا الاستقرار ووفررنا الملاخ المناسب المعسكر كان معنا جاس فاني على اعلى مستوى الكابتن بريم ناصر الكابتن واقل الكابتن كرم الدكتور روماني طبعا دكتور عاد الجنبي هو المشرف على المنتخب بأكمله هاي فكنا بصراحة ربنا سعداء بوجودنا داخل المعسكر هاي انا بستخدم كرسي من سنة الفين كرسي كورة سلة انا لا احد العيبي منتخب مصر كورة السلة كاس متحركة كنا رجعين من شهر واحد من عديث ابابة وصعدين لكاس العالم لكورة السلة والموضوع عما اتعرض على المدير الفني عندنا كان الموضوع يعني باللك في صعوبة يعني على وراء والقلم ازاي هنلعب كاس عالم كمان شهر مم مالحاها نتيجة وانا بلعباش اصلا الله باني وانا بلعباش اصلا الله باني بس انا ما تمكين كورسي اه يعني الكورسي ركب واحد عندنا الكورسي ده معمول بمقاساتنا الشخصية كورسي اللي معنا بالمناسبة موديلة 2012 كورسي اللي كان بتلعب به منتخب البرازيل قدامنا موديلة 21 وطلعنا اخد الموضوع بتحدي وارادة طبعا الدكتور عادل ومجلس ادارة التحاد كورسي اليد ودكتور حسن مصطفى عمل معنا اجتماع مغلق قال انا اهمين ان انتوا تمثلوا مصر وتكونوا موجودين ده في حد ذات وشرف المصر احنا قلنا لأ الموضوع احنا مش نمثل مصر بس كل التوقعات بيقولوا احنا ناخد سادس وانا راحنا مش نمثل مصر احنا ان شاء الله نجتهد بتدينا مع الجهاز الفني بقى في اجتماعات مغلقة الهند الاشارك منتخب البرازيل منتخب هولندا بينا نتفرج عن سلفانيا نتفرج عن المتشاط ديت وندرس كل واحد بتحرك ازاي احنا بالنسبة لنا بنقدر نعرف كل واحد بتحرك بتحركة الكورسي يقدر يعمليه نقدر نقدرس الجوانب ديت مع الجهاز الفني والحمد الله ربنا كرمنا بجد بجد يعني تدبر كدوع المصريين وكنا عاوزين نعمل حاجة لبلدنا ونهدي الفوز للرئيس الجمهورية جد يعني جد احنا كنا مصرين مصرين العاشر رجال اللي كانوا موجودين هم تمن شباب وبنتين كنا نسمعينوا عاشر رجال اللي موجودين كان كلنا اسرار كنا ما نعمل اجتماع لولا جماعة عاوزين نيد الفوز للرئيس الجمهورية رأى عزول هيمان في مصر كان نفسينا بجد بجد احنا كنا على تكة من المركز الاول بس عاوزين نقول برضو احنا احنا بنعني فريق البرازيل فريق محترم هو فريق عنده فى الدورة اتنين وثلاثين فرقة فى كورة اليد منشأ من افين وخمسة واحنا نسى منشأ من شهر فات طبعا عما نمسك نكسب منتخبات بالشكل العالمى ده انا من الموقعه هنا بشكر اولا الجهاز الفني بشكر اللعيبة انت انا اللي انا عارفه قدامي كسبت الهند كسبت سلوفينيا كسبت الشيلي كسبت البرازيل اه سوري اخسرت من البرازيل وكسبت المنتخب الهولندي وفى اخر مباراة مباراة نهاية عادلته واخسرته فى الهند ده المفاجأ بقى احنا كسبت من المنتخبات ده 2-0 احنا كان عندنا اسرار اللي احنا ننفذ ونكسب ونحقق فعلا عزيمة ورادة بجد انا مبسوط جدا 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 سعيد بالمكسب بشكر زمايلي جدا جدا مع اصغر اللاعب كلهم ابطال ويعني لو في مستاحة من الوقت بشكر محمد انور كابتن ماجدي ميجو هدف البطولة وانا سعيد به جدا 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 الكابتن توبة نجدي الكابتن ربيع حسن حسنين الكابتن محمد حسب النبي الكابتن عيات الكابتن وفاق الكابتن سامي منصور توبة نجدي بصراحة يعني مش طبعا الجهاز ده وفاق كابتن عيات طبعا انا مش عايزة انسى حد لا مش عادة الدكتور حسن مصطفى بامانة يعني عاوز اقول له حضر لك على حاجة اول دخلة لي معانا اول يوم جانا في التدريب اول يوم عاوز كاللينا يعني الناس دي هتعمل ايه بصراحة يعني اه فانا واحد من الناس انا كابتن منتخب بصيت له كده وخدت الموضوع يعني جواب ايه اللي هو لأ هنشرفك اللي هو لأ بالزبط بالزبط فات بالزبط عشر ايامه جيت تمرير لبعده الدكتور حسن مصطفى بقى يبص كده هم دولوا كنت اتفرج عليهم هم دول فعلا احنا بتدرب الصبح وليل معسكر مغلق هاي مبنخرجش من الوقت برنامج كامل متكامل بصراحة جاز الفني تعب معانا اللعيبة تعبت كان معانا برضو دكتور اصابات مهتم باللعيبة يعني كنا احنا فعلا فعلا باشكر في تعلم باشكر باجلس دارة اتحاد كورت الياد وطبعا مش عاز انسى الدكتور حسن الدين مصطفى بيس اللجنة برنامج عندنا لان هو الدعم القولينا في مصر كلها طيب دكتور عادل الحاجة اللي انا عايز افهمها دلوقتي النتائج وانا بقى النتائج دلوقتي اتنين سفر اتنين سفر احنا طبعا فاهمين كورت الياد بتتلاعب ازاي النظام المختلف في هذه البطولة او النظام المختلف في هذه اللعبة مو ده كانت تحدي تاني كمانا اللعيبة دي حافظة قانون باسكت ان انت تدخلها تلعب جيم بقانون كورت يد احنا في مصر ما عندناش باكراوند كامل او خلفية كاملة عنه فبادي احنا عملنا جروب في الجهاز الفني بالكامل طبعا كابتن واقل وكابتن ابراهيم وكابتن كارم والدكتور روماني واعضاء الفريق بالكامل قبل ما نصفيهم العشر وبدأنا ننزل اي فيديوهات اي حاجة في القانون نترجمها وننزلها لهم عشان يبقهم علي احنا بدئين من السفر السفر من تحت السفر كل حاجة تحدي غير عادية طبعا دي مهمة دي مهمة فعلا مستحيلة والله احنا انا النهاردة ننزل بوست قلت يعني لا يعلم الجهد المبزول الا الله الحاجة بتقول انا مثلا متصور وانا احراركم ديوه في النهاردة وعلى قد ما ديقدر جمعنا معلومات معينة في هذا الامر تصورت ان انتو عندكم عسكرات مثلا من سنتين ثلاثة عشان نوصل لمرحاية ان احنا ناخد في الضياف كاس العالم ده المفروض ده الطبيعي ده اللي افهمه يعني اه هادة الوقت تقولي من شهر احنا بنعرف قانون اللعبة اصلا بالصبت كده والدرجة ان احنا الشباب كنا يعني لا معلش يا شباب الترجمة فيها احنا الموضوع ده هنعيده تاني رامة الجزاء لا بالصورة دي بلاش هودي فرج موجود جنبي لكن احنا خدنا التجارب كتلة جدا اما عن النتائج اللي قدام حضرتك احنا هما ست فرق في البطولة الست فرق كانوا مجموعة واحدة بنلعب مع بعضنا دوري من دور واحد وبعد نهاية الدوري من دور واحد بنترتب من واحد لستة الاول والتاني في الترتيب يلعبوا على الذهب الثالث والرابع يلعبوا على البرونز الخمس والسادس ترتيب فالفرقة الوحيدة اللي خدت شوت من البرازيل احنا اللي هو في المباراة النهاية والبرازيل كسب كل مباراةها في المجموعة فكان عشان اوصل للشباب للمرحلة دي حاولنا ان احنا نعمل معسكرين خارجيين في بعد مرور تقريبا حوالي عشرين يوم من التدريبات تواصلنا مع باكستان وتواصلنا مع البرتغال الباكستان خلاص اجراءاتها تمت ولكن جي الفايدان او السيولي في الباكستان وتعذرت الدنيا ان احنا نروح طب نروح البرتغال لا الشنجن قبلها لازم ناخد فترة عشان ناخد التأشيرة لاوروبا فاراد الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نخرجش ولكن قلنا هنكسف هنا بدأنا نعمل معسكرنا صبح وبالليل اه يعني انت كمان بتقولي انه بسم الله الرحمن الرحيم احنا بدأنا اللعبة اول مباراة كانت مباراة رسمية في بطولة العالم وده الحقيقة الرسمية فعلا لكن احنا جينا قبل افتتاح البطولة بيوم عملنا مباراة مع الهند وعملنا بعدها بساعة مباراة مع البرازيل اللي تخيل اللي حراك بتقولي ده دي مش كصف بقول لحضرتك انا هي تتكتب فجينا مباراة الهند احنا كسبنا الشوتين لان لها نظام اقول لحضرتك الاشواط بتاعتي زي ما حضرتك اقتربت مني والبرازيل الشوت الاولين اتعادنا معهم ستة ستة هم زهويلو ازاي؟ للفرقة دي فيها حاجة بدأنا الحمدلله احنا نعرف شغل نبدأ نعدي تاكتيك معين كابتن ابراهيم والكابتن وايل عايز اقول لحضرتك عملوا تاكتيك في اللعب الفرقة التانية لعبت به تاني يوم وثلاث يوم يعني اخدوا مننا احنا التاكتيك اللي بنلعب به لازم بقي عنصر النساء في الفريق وهم تلات لعيبة وعنصر النساء العنصر النساء مش بقوة اللعيبة طب نحنخلي العنصر النسائي واحنا بنهاجم ونهاجم بتلاتة ولما نيجي ندافع ينزل عنصر رجالي في المرمى والعنصر النسائي يدافع صيد او وسط حسب المركز بتاعه الفرقة كلها كاية بتلعب اربعة شافتنا لعبت زينا تاني يوم وثالث يوم حتى ان برازيل في النهائي لو لعبت بالاربعة زي ما تلعب معنا في اول جيم في الماتش الودي كنا كسبناه خيال بقول لي حضرتك نظام البطولة الاتنين طبعا انا مش ببالغ بس حاجة بتحكيه ده كله اكبر من الخيال طيب ايه موضوع الشوتين بقى الشوتين احنا بنلعب عشر دقاي وعشر دقاي الشوت عشر دقاي بيعتبر كأنه مجموعة في التنس لما بتكسب انت مجموعة في التنس بتبقى بيسبت شوت تمام؟ فاحنا بنلعب لو انت كسبت شوت العشر دقاي بتكسبت ساي مثلا اربعة واحد او او اربعة اثنين بقيت واحد صفر انت كسبت الشوت ننزل الشوت التاني لو انا كسبت الشوت التاني سبعة صفر سبعة اثنين يبقى كده احنا متعدلين واحد واحد نلعب جيم فاصل من خمس دقايق مش عشر دقايق لازم طالما هو بنتيجة لازم ينتهي بنتيجة لو انا تعادلنا في الشوت بنلعب حاجة اسمها الجول الزهبي جول الزهبي لمدة خمس دقايق اول ما نسجل الجول خلاص انتهى الشوت انتهى ويعتبر شوت بالنسبة لك طيب كبتر محمد قلت لي من شوية قبل ما نخش على الهواء ان كان فيه مسندك اماهيرية كبيرة وكان لها دور كبير جدا في انك توصلوا للمرحلة ديت واسألك عن الجماهير وعايس اعلك السؤال كمان مهم جدا انت ناوي تكمل يد ولا سالة لا بتاخد انجازات هنا وانجازات هنا ناوي تعمل ان شاء الله احنا بإذن الله واخدين عهدها نفسينا عاوز أقول لحضر لك اللي الدكتور حسن مصطفى كان وقف معنا وقفها بجد هو الدكتور محمد الأمين بجمانة يعني هتكمل يد ولا سالة إن شاء الله نكمل يد هتكمل يد عجبتك عجبتك في المداليات لا كاس العالم عندنا إن شاء الله الكورة السالة تأجل لشهر 6 تمام وإحنا عندنا البرتغال في شهر 11 كورة يد بطولة عالم إن شاء الله نوين برضو إحنا خدنا خبرة من البطولة الكبيرة قوي قوي طبعا مش حاوز أنت سبق أنا نشكر الناس المنظمين اللي عملوا حدث عالمي كل الناس كل الفرقة التانية كل الفرقة اللي جات من مصر بتتكلم على تنظيم بطولة أعرف كبيرت محمد أنا مبسوط من إياوي إنك تقريبا متساعد في بداية الحوار ده وإنت ما كلمتش عن نفسك أنت بتشكر كل الناس وماشاء الله يعني شخصية جميلة أنا مبسوط أقول لك الحاجة لما حدث عالمي يتنظموا مصري زي ده والبطولة تحت رعاية رئيس الوزراء تمام وأنا بقى بشوف الناس مبسوطة متوفرة في مكان حدث عالمي فعلا مستراحين في أسل صراط في مكان مؤهل زول همم في مكان مؤهل فعلا جدا أنا ببقى مبسوطة والناس دي بتبقى مبسوطة الناس دي بتوصل بلدها بتشرح تقول لك احنا رحنا مصر متوفر لنا واحد اثنين ثلاثة أحسن بقول لك احنا عابلنا مشاكل لا كنا بنقعد نقعدين كجربات فرق برضو بقول لهم احنا مبسوطين أم مش عايزين يمشوا من هنا مش عايزين يمشوا فيها أنا من المكان صح وعالمي بالنسبة لنا شخصيا طول ما الفرق سعيدة وفرقتي بتحقي نجاح دول زمائلي أنا مبسوط جدا 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 مبسوط جدا جدا قل بقى قل للجماهير الجماهير بصراحة بأمانة هم السبب هم طعم المكسب في البطول جماهير كان بتحضر من أطفال لكبار لصغارين طبعا بنشكر دكتور حسن كان فاتح برضو الصالة دخول مجامل ممتاز أمانة يعني وديك حاجة كويسة جدا 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 وعن مكان يزول همم بقول لحضر لك بحاجات في البطولة دي أنا شخصيا يخلينا موت نفسي في الملعب طيب دكتور عادل عايز عليك سؤال مهم جدا حالة لقد بدأنا المرحلة المستحيلة نحن نخش وتعالي وإحنا مش مستعدين الفترة اللي جاية بقى فكرة ان انتشار اللعبة في أندية في اتحاد يعني المشروع اللي جاي بالنسبة للعبة وإحنا بنعمل فيها إنجازات وعملنا فيها أداء رائع كده طبعا هو اتجاه دولة هاي هو اتجاه دولة متعارف حالتك القادة السيسية مهتمة جدا بزول همم طبعا دولة رئيس الوزراء بيرعى البطولة هاي معالي الوزير بيجينا المعسكر التدريبي هو رئيس الاتحاد الدولي يمر علينا مرتين أخبركوا ايه عاملين ايه فده توجه دولة لكن احنا في الهندبول ما عندناش أنصف الحلول يا نعمل صح يا ما نعملش وبالتالي احنا عندنا حاجة اسمها المشروع القومي وفي لجنة عندنا في الاتحاد اسمها لجنة المشروعات القومية حيلا انا بتخيل انا مش ساحب قرار الواحد طبعا ودي منظومة منظومة كورت الياد دي كده صحيح انا ممكن يبقى مقترح ان احنا ندخل المشروع ضمن المشروعات القومية هي ويبدأ صح من مراحل السنية المتتالية اخر سؤال لك عدو مجلس داقة اتحاد المصير كورت الياد فطر برندو بقى في المنتخب الاول مصير وايه اه ان شاء الله احنا خدنا قرار انه هو موافق يعني مستمر معنا حتى نهاية كاس العالم السويد ان شاء الله ومفيش ايه مش هايك وفيش ايه زبادة زي الفل كلها دكتور عادل إبراهيم شرفت ونورت حقيقة الحوار كممتعة جدا وسعيد جدا بهذا الإنجاز سعيد أبطل كمان لما أنت حكيت للكل اللي حصل لك أنا سعيد بك وسعيد باللقاء وأتمنى لك دايما الخير كابتن كريم شكرك يا فرد كابتن محمد فرج حقيقة كنت مبسود على مستوى الشخصي وعلى مستوى أنك بطل كبير جدا بس عجبني أو فكرة أنك بتشكر كل الناس وكل ما سأله سؤال عن نفسه هو تقيبا بيشكر كل الناس أنا بشكر حضرتك وبنهدي الفوز دوت لسيد عبدالفتاح السيس رئيس الجمهورية ده أقل لحاجة نقدمها إحنا فعلا 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 فعهده عمل قوانين لزول همم ومهتمين بينا فإحنا بنشكره بجد الأب الروح لزول همم في مصر أنا أتكلم عن نفسي في الملعب لكن أنا بحد بيدي كل واحد حققه فعلا النجاح نجاح مشترك شكرا بنشكر التحاد اليد جد بجد بنشكر الجهاز الفني وبنشكر حضرك الحلقة الجميلة يا حبيبة شرفت ونورت وفخرين بيك وفخرين بكل أبطالنا شكرا شكرا جزيلا نلسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل كابتن الكبير كابتن طارق السيد نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق يكون ضيفي في رقم 10 خليكم معنا